مجلس النواب مجلس النواب المصري السيد الدكتور علي عبد العال والوفدة النيابية المرافق مشيدا مما تشهد العلاقات المصرية البحرينية في الوقت الحاضر من نمو متسارع في مختلف المجالات وعلى الصعود كافة لا سيما البرلماني منها مشيدا بالجهود الكبيرة والمبذولة من قيادتي البلادين الشقيقين مؤكدا مع لي أن مجلس النواب يعمل بكل إخلاص وصلاحيات تشريعية ورقابية على الارتقاء بتنمية العلاقات المشتركة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات والسعي لتكثيف الزيارات وتبادل الخبرات المشتركة والتعاون بين المجلسين من جانبها كده دكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري على موقف جمهورية مصر العربية الدائم والواضح لدول مجلس التعاون بشكل عام ومملكة البحرين بشكل خاص مشيرا إلى أن أمن مملكة البحرين واستقرارها وسلامة أراضيها خط أحمر ونرفض أي تدخل من أي نوع في شؤونها الداخلية لا سيما من بعض دول الجوار التي تدعم التطرف والعنف والإرهاب وتساهم بتهديد أمن واستقرار المنطقة هذه الزيارة تأتي تعزيزا للعلاقات الثنائية الأخوية والتاريخية التي تربط بين مصر والبحرين وأيضا لتعزيز التعاون البرلماني بين البرلمان البحريني والبرلمان المصري تطرغنا الكثير المهمة من الأمور المهمة التي تهم البلدين وتهم أمن واستقرار مصر والبحرين وتطرغنا أيضا لتعزيز العلاقات البرلمانية سواء على مستوى الأعضاء أو على مستوى الأمانتين وتطرغنا أيضا إلى موضوع الأرهاب الذي باته يحدد جميع أو أكثر المجتمعات العربية وأيضا أكدنا من خلاله على وقوف البحرين مع مصر ووقوف مصر مع البحرين في هذا الملف الخطير وهو الأرهاب ومن يدعم هذا الأرهاب وكذلك طرغنا إلى ضرورة تنسيق المواقف في المحافل الدولية بين البرلمان البحريني والبرلمان المصري حضرنا إلى مملكة البحرين بدعوة كريمة من الأخ والصديقة العزيز معالي أحمد الملة رئيس مجلس النواب لدعم وتقوية العلاقات بين مجلس النواب المصري ومجلس النواب البحريني وأيضا لأنقل رسالة دعم وتأييد من الشعب المصري إلى الأخوة الأعزاء والأشقاء في مملكة البحرين ودعمين أيضا لما يقوم به جلالة الملك في توطيد العلاقات بين مصر ومملكة البحرين الإرهاب هو التحدي الأكبر يمكن أمام مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وأعتقد الدولتين متوافقتين متفقتين على مكافحة الإرهاب واتخاذ كافة الإجراءات لتحجيم هذه الظاهرة أيضا هناك تحديات أخرى التدخلات الخارجية وفي هذا الجزء نحن نؤكد على أمن وسيادة البحرين وداعمين لها فيما تتخذه من الإجراءات للمحافظة على سيادتها أيضا الملفات الأخرى هي المتعلقة بالتعاون التعاون في كافة المجالات ولا سيامة في المجال الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين الشقيقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر